أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة فيه اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي بيبتدي في اللحظات اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها دلوقتي. الاجتماع بيبتدي. اجتماع مهم. أكيد ده حيتكلم فيه أعضاء مجلس الإدارة وكابت محمود الخطيب رئيس النادي في مختلف الأمور اللي بتهم النادي في مختلف الأسعادة. داخل القلعة الحمراء. جانب رياضية جانب إنشائية وكمان فيما يتعلق ببيان وزارة الشاوريادة. وده أمر مهم جدا في الحقيقة. البيانة اللي خرج يوم الخميس اللي فات بالليل متأخر. واللي كان فيه يعني اتهام من وزارة الشاوريادة للانتحاد المنصري للكرة القدم بأنه هو المسؤول عن عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبيانة كان فيه بعض التوصيات وفيه إدانة لكن مفيش قرارات مثلا بتتعلق بعقاب شخص ما أو تحرك تجاهي. لاتحاد المنصري للكرة القدم. فأكيد حيتم مراجعة هذا البيان أو مش مراجعة يعني أكيد النادي الأهلي يطلع على هذا البيان وأكيد ممكن يكون ليه بعض القرارات. طبعا ما أقدرش أسطابك الأحداث وما أقدرش أستنتك حتى إيه هي القرارات اللي ممكن يخدها مجلس إدارة النادي الأهلي. لكن طبعا كابتل محمود خطيف المؤتمر اللي كان عمله في مقر الأهلي بالجزيرة يوم السابت اللي فات. كان قال في آخر المؤتمر أن الأهلي بيحتفظ لنفسه بكافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي. فهنشوف موقف إدارة النادي الأهلي إيه النهاردة بعد الاجتماع ممكن يكون نهاردة ممكن ما يكونش النهاردة الله أعلم برضو دي حاجات بتخص مجلس إدارة ولهم كل الثقة والدعم بكل تأكيد. فمن هنا جاية أهمية أو جاية أهمية هذا الاجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي. ده فيما يتعلق بالاجتماع اللي بيبتدي في اللحظات دي. ولو في أي يعني كوزة ما أعتقدش أنه هيخلص قبل الحلقة يعني. بس لو في أي حاجة خرجت بشكل رسمي قبل الحلقة هنعرضها قبل ما الحلقة تخلص يعني هنعرضها على حضراتكم بكل تأكيد. أو من خلال كمان مختلف برامي القناة الأهلي زي ما حضراتكم متعودين دايما.